هل الموضوع له علاقة بموضوع كورونا أو بوباء كورونا يعني هل إحنا الحاجة لترشيد استهلاك المضادات الحيوية بدأنا نتنبه لها بعد فترة كورونا وبعد الناس ما كانت بتتناقل الرشتات يعني أو الوصفات يقولك أنا جالي كورونا فالدكتور قال لي كذا خدها أنت كمان لو حسد بأي تعب هل ده وتنبه العالم لخطورة المضادات الحيوية ده الحقيقة هي إحنا لو جينا شوفنا منظمة الصحة العالمية بدأت تقول أن في فعلا مشكلة وتشتغل عليها سنة 2015 2015 وبدأ فعلا يتحط يعني زي جايدنس كده أو إرشادات عامة ما لم تطرقها أنها تكون نظام بيتوزع على البلاد يعني إنما حطت زي إرشادات إزاي خلي بالكو إحنا داخلين على مشكلة فإنطبواتك أو مضاد الحاوي لما نزل كانت تفرة في الطب يعني الناس كانت من أقل التهاب رئوي من أقل التهاب بالضبط يعني الطب فيه اختراعين عظام جدا المضاد الحاوي والكورتيزول كل واحدة فيهم ليها أعراض سلبية جدا سلبية لو استغنبها غلط ودي النقطة طيب يعني إيه أنا استخدمها غلط يعني إحنا نتكلم على سوق استخدام إحنا أكتر ما نقول إن هي الدولة تحدد إزاي نقدر نوقف الكرام ده لازم فيه توعية عامة التوعية بدأت من ساعتها على الأطفال ويمكن دلوقتي بقينا نلاقي الأمهات لما بتيجي بأطفالها يكشفوا يقولوا إيه دكتور ما تدلوش مرات حاوي لأنهم عارفوا خطورت ده وعارفت ممكن تعرضه بعد كده لأمراض مناعية وتعمل له مشاكل إحنا في غنى عنها إزاي بقى أميسيوز أو زي استخدم خطأ أول حاجة لما أنا أبقى في البيت ويبدأ أزوري يوجعني تقوم مثلاً مراتي عندها العيل بفضل فيها أرسين تقولي خد أرس من أطحاوي خد تفضل أو أنا الدكتور يكتب لي على الدواء ما كمله الشيب أنا كده بدرب البكتيريا يعني إيه؟ تدريب البكتيريا على المناعة إزاي؟ يا إما أدي جرعة ليلة يا إما ما كملش الكورس فكأنك أنا بقول بقى فاهمي المتوضع والبسيط كأنك بتنشط البكتيريا؟ أنا بدربه إنه إزاي يخاوم يعني ببدأ أديل جرعات قليلة فيبدأ بعد كده يغير من شكله ويغير البروتينات المحيطة بالبكتيريا دي مستغولات بتاعت ويبدأ يغير من شكله بعد كده بعد شوية يبدأ أنا إيه؟ عندي البكتيريا دي بقت خوية دلوقتي بقت أخوى بدأت أنشرها بقى اللي جالوا البكتيريا دي برضو هي خوية أورادي فالمضاد الحديد مش هشتغل معاها فأبدأ أشوف لحد ما وصلنا لدرجة وجود بكتيريا ما فيش حاجة بتأثر عليها فإذا إحنا رجعنا لما هو قبل اكتشاف البنسلين كويس ودي المرعبة ودي كان أول تركيز فيه على المستشفى اللي بسموه الهوسبسل أكوارد إنفكشن لأنه المريض اللي جايل وعدوه جوه المستشفى غالبا جات له من مريض واخد مدات حيوية كثير فأنا النهاردة لما البكتيريا دي مضاربة مش بس أنا مش بعرفها يعني أقاومها لأ ده بيكون أقوى يعني بيكون أقوى العيان بيقعد فترة أطول في المستشفى فبيعرض لمشاكل أكتر كويس الصحة العامة بتاعته بتقل ودي اللي قدت اللي حاجة بتقولي إن على سنة 2050 هتوصل لعشرة مليون وفيات لو إحنا متحرقناش من دلوقتي